الأبواب الشادية ستظل مفتوهة أمام مواطني جمهورية الكنغوها الديمقراطية لدخولها من دون قيود معقدة والأكس كذلك لمواطني جمهورية الشاد جاء ثالث إثر الاتفاقية الأخيرة التي وقعت بين البلدين وبحضور الرئيس الكوغولي فليكس أنتوانشيسيكادي تشولومبو الذي قدمه في زيارة دولة أهل تشاد بدعوة من رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد دريستي بيتنو لأن هذه الاتفاقية التي تعد واحدة من بين الاتفاقات الثلاث مواقع بين البلدين تنصل على العفاء المتبادل من دون تأشير لمواطني كل دولة فهذه الاتفاقية التي جاءت بين البلدين في إطار تقوية العلاقات الدبلوماسية القائمة بين تشاد والكونغو الديمقراطية منذ بدايات ستينيات القرن الماضي بحيث أن تاريخ فتح السفارة الجادية في كنشاسا يعود إلى شهر يونيو عام 1961 وفتح السفارة القوغولية في عن جمينة يعود إلى شهر أبريل عام 1969 ستفتح أفاق جديدة من التعاون الإجابي لمواطني كل البلدين لا سيما لرجال العمال والفن والثقافة في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات الحيوية للشعبين الشقيقين إن كان ذلك في مجال الزراعة والطاقة وغير ذلك من مجالات أخرى ذلك من خلال حروض التنقل والسفر لمواطني البلدين فمع دخول هذه الاتفاقية حيث التنفيذ أقبل الشماء المقرر للجنة المشاركة بين البلدين لتوضيح مختلف البنوط التي تحتويها الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية سيكون لها من دون شد أثر إيجابي في اللاقات القائمة بين البلدين